اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تدل على الإخفاق وتدل على عدم القدرة إلى الوصول إلى تحقيق الأهداف أما رؤية الأمراض العادية زي مثلا زي البرد زي المغص مغص البطن العادي هذه الرؤى أو هذه الأمراض العادية رؤيتها في الملام تدل على الكسب المادي أما رؤية الشخص المريض في الحقيقة أنه مريض في المنام وأنه مريض هذه الرؤية تدل على الشفاء يبقى الشخص المريض لو شف أنه مريض في المنام وهو في الحقيقة مريض هذه الرؤية تدل على الشفاء له إن شاء الله رؤية المرأة الحامل أنها شفيت من المرض في المنام هذه الرؤية تدل على الولادة السهلة وتدل أيضا على جنين معافة أما بالنسبة للمرأة المتزوجة لو رأت أنها مريضة في الرؤية هذه الرؤية بداية تدل على الحمل لو أنها تبحث عن حمل طيب لو امرأة متزوجة وقضية الحمل ده خلاص ما بالنسبة لها ما عديد شيء بتدور عليه ومش عايزة وعندها أولاد وإلى آخر لو لم تكن تبحث عن حمل فهذه الرؤية تعتبر يعني حالة نفسية سيئة وتوتر وقلق من ضغوطات الحياة رؤية المرض أو المريض بالنسبة للبنت العزباء ليها أكثر من معنى أول معنى لرؤية العزباء أنها ترى في المنام المرض أو المريض تدل بداية على الضيق النفسي على التراب النفسي أو القلق والتوتر وتدل أيضا على العجز وعدم القدرة على تحقيق طموحات هذه البنت رؤية المرض بالنسبة للبنت المخطوبة العزباء المخطوبة ومع شديد الأسف فسخ خطوبة رؤية البنت العزباء أن شخصا تعرفه عزيزا عليها تراه في المنام مريض وهو في الحقيقة ليس بمريض هذه الرؤية تدل على خصومات مع هذا الشخص ومع شديد الأسف أخر رؤية معنا وهي أيضا للبنت العزباء رؤية العزباء للمرض بنسبة كبيرة جدا هذه الرؤية أو بصفة عامة تدل على الشعور بالوحدة دي كانت بعض الرؤى عن رؤية المرض أو المريض في المنام أو حتى يرى الشخص بأنه مريض انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته